أهلا بكم أعزائي الكرام في هذا الدرس الجديد قمت بكتابة نموذج بريزنتاتيون للمستوى بيتسفاي اخترت لكم هذا اليوم كتاب أثار ضجة كبيرة في العالم كتاب قامت بكتابته الكاتبة السورية التي تدعى سمر يسبك عاشت الثورة السورية عاشت الثلاثة أشهر الأولى من الثورة السورية وقامت بكتابة يومياتها مع الثورة السورية وقامت بتدوين وكل ما شاهدته أثناء هذه الثلاثة أشهر قبل أن تلوذ بالفرار إلى فرنسا وهي الآن مع ابنتها لاجئة في فرنسا لنبدأ كتاب تقاطع ديران ترجم إلى اللغة الألمانية بشغي نخفايهايت يعني صرخة لأجل الحرية أو نحو الحرية فشغي نخفايها بالفرنسا لقد أرسلت للمنزل من الثورة ساماريزبق ساماريزبق لدرسل المنزل الممتقدين سوريا سوريا ومع ذلك المنفق أنه مدرسي ومدرسي. انه يتقل من المترجمات. ومدرسي بيجرد من المنفق. المنفق لديه المنفق بمترجم الاجتماعي. يتقل من المنفق بأسفلات المنفقية. في هذا الماضي يتحدث عن أن تدورو حولا تتمحورو حولا في المناطق الأولى التي كانت في سوريا سوريا كانت في المناطق الأولى التي كانت في السورية أعمال شنيعة مثل السوري من طرف النظام السوري شاهدت أشياء مريعة أو أعمال مريعة من طرف النظام السوري فقد استطعت كل شيء لكن في هذه المناطق الأولى تحاول الوصف كل ما شاهدته في ذلك الوقت أجل هذا الكتب مهمة لأن الكتب أبرزت الكثير من الشجاعة كانت تريد من خلال هذا الكتاب أن تفضح أعمال العنف من طرف النظام السوري وأن تخبر كل العالم هذه الأعمال وأن تتخبر أيضاً عن تتخبات المعارضة المعارضة وأن تخبر أيضاً عن تتخبات المعارضة وأن تتخبات المعارضة هناك بعض الأسئلة التي يمكن أن يطرحها عليك زميلك على صفารية لا تتخبات ضجة ما ذكر، لذلك يتخبات المرات وكثير، فنجل أن يتخبر المحور بعد Dos خلال تتخبات الماضي الكثير من الكثير من الكثير من الفنانين الذين كانوا بنقب النظام و أعماله الشنيع ساماريزباق كان لديه لأنها لم يتمكن من الفرار وكيف يتمكن من الفرار؟ وأنها كانت أخبار ساني تاريخ في فرنسا وصف الشيخ في فرنسا لأنها لديه لأنها أخبار وعلى حياة ابنتها سمعت أخبار بأن النظام يريد يبحث عنها ويريد قتلها وتعذيبها واعتقالها سمعت بأنها تحرير وأنها تحرير وأنها تحرير الغادرة البلاد أتمنى أن أعجبكم تجدون هذا النص في رابط النص في صندوق أسفل الفيديو وإلى اللقاء في فيديو آخر